السلام عليكم يا شباب. الحصة الثالثة من شابتر تو. بص يا سيدي. النهاردة حصة ده سهلة. يعني الجزء اللي هتكلم فيه الوقتي جزء سهل. اسمه زي ما انت شايف كده. يعني حتى لما تيجي ترجمها يعني محايد. يعني ولا هو كده. ولا هو كده. ولا مين قوي. ولا شمال او في النص. او مثلا لو هنكلم على اشخاص مش من حازلة رأي معين او رأي اخر لا هو محايد. واضح ان هي عندها بيكون زيرو. طيب يبقى هي نقطة محددة. هنحدد مكانها او هو اللي هيحدد لك في السؤال. النقطة دي المجنيتك فيلد عندها بكام بزيرو. عشان كده اسمها نيوترل. ما فيهاش اي مجنيتك فيلد. منطقة نيوترل. ما فيهاش اي مجنيتك فيلد. يبقى معنى كلمة معناها ان المجنيتك فيلد بتاعك بزيرو. انهي مجنيتك فيلد. يعني ايه? يعني لو هندي مكان. لو هندي المسألة. فيه اكتر من مصدر للمجنيتك فيلد. فيه نقطة ما موجودة. بيتقابل فيها كل المجنيتك فيلد وبيلغوا بعض. ففي الاخر يبقى فيه صفر. يبقى حالو خلص. ايبقى. اقرى معي. وطبعا بما انها منطقة يعني البي عندها بزيرو. فطبيعا ان هي هتتوجد في مكان اسمه يعني مكان بيتقابل فيه اتنين مجنيتك فيلد وعكس بعض. مش مع بعض. ازاي ما هو هما لو في السم لو هما الاتنين في السم ازاي التوتل بتاعهم هيبزيرو. اكيد لا. اكيد اكيد هيقووا بعض. هيبقى فيه يعني بيشدوا بعض او بايه بيقووا بعض. طيب. فكل كلامي في الجزئية دي هتكون عن اننا دايما بقولك انا عندي كان فيلد. وعايزهم يبقوا بعض وعكس بعض عشان يبقى عندي تمام? يبقى هي لازم تتوجد ما بين او اكتر هنشوف. بس ترى ندى الاول ب لازم دول يكونوا طبعا لبعض وطبعا لبعض شرطين ما ينفعش تنساهم. لو واحد فيهم مش موجود ما فيش نيوتر بوينت. تخيل نفسك كده. آآ عربيتك عطلت. وانت نزلت تزققها. فانت واقف وراء عملت تزقق العربية. بقوة مثلا عشرين نيوتن انا بدي اقيا ارقام. وامجي صاحبك امزق من الناحية التانية عكسك برضو بعشرة نيوتن. بقى انت بتزقق بعشرة نيوتن. وهو تعالى نقول انت بتزقق بعشرة نيوتن. وهو بيزقق بعشرة نيوتن. بس عكسك. ساعتها العربية مش هتتحرك. انما لو زقق معك العربية ساعتها ممكن تتحرك. فانا عايز نقطة لازم يكون فيها الاتنين عكسة بعض. لازم. يعني لا محالة. لازم يقف المال كده. وامتساست المونة داخل عالسؤال. انا عابدور على منطقة منطقة فيها اوبوزت مجنيتك فيلز. طيب. تعالى نشوف اول جزئية معانا. لما يكون عندي سلكين. دول. تعالى نافترضهم. ده اسمه اي وان. وده ده اسمه اي طو. فاكر كان في كود كده بنحطه. فاكر. المنطقة دي منطقة ادي كانت الكود بتاعنا بالعقل كده اكيد موجودة فين? موجودة في في المنطقة اللي هم اللي اتنين عكسة بعض فيها. اللي هي فين? اللي هي ما بينهم. ما تقوليش في النص. ما بينهم. في النص دي عايزة معين هنتكلم لك من شوية. عشان تتوجد هنا بالزبط. في النص بالزبط. ده لها شروط هنتكلم عليها. انما انت هتقولي هي موجودة فين? في ما بين السلكين. فين بقى ما بين السلكين? ده اللي عايزين نسبته. انا يا سيدي هافترض من دماغي ان هي هنا. هي هنا وخلص ما عرفش. هافترض ان هي هنا. المسافة اللي ما بين السلكين. اسمها اكس. المسافة من السلك الاولاني. النقطة اللي انا مفترض انها اسمها دي وان. ومن السلك التاني للنقطة اللي انا مفترض انها اسمها دي تو. عظيم. طيب انت عارف ان اكيد اكيد بما انها فاكيد اللي هيجي من لا بلاش هكتب هنا عشان انت ما تفهمنيش انه انا طبعا. هكتب تحتيها. اكيد ان اللي جاي من السلك الاولاني لازم يكون اللي جاي من السلك التاني. اكيد لازم. وطبعا عكس بعض. يكونوا مع عكس بعض خلاص انا افترضتها الناف النص لان واحد اين واحد اوت. ده بيعمل السلك اللي هو بيعمل هنا اين? انما السلك اللي هو بيعمل ايه? بيعمل عكس بعض فخلاص انا ده حققته. التاني هم لازم يكونوا خلاص انا افترضت انهم ايكل. طب ما تفك معي القانون كده. ميو على تو باي دي وان ايكل. ميو على تو باي دي تو. طب ما فيك هنا نستعلم طيارها. الميو مع الميو. هدفايد بوث هايز باي بريمبيريتي. ودفايد بوث هايز باي تو. والباي باي باي. خلاص. اتبقى لك ايه بقى? اتبقى لك. اي وان اوفر دي وان ايكوال اي تو اوفر دي تو. الريش ده عمثلا مهم وهيهمان. الريشي وده مهم وهيهم انا قدام. خليت دي ما نعرف ان فيه اه الايعة دي هو اللي بيحدد. لان انت لو اخبر لك القانون تاعة البي اصلا والتو والباي كونستنت. فاللي بيحدد قوة الماجنت اللي معادي في الواير والمسافة اللي انت بتقيس عندها. ايه المهم? نرجع بس لموضوعنا. يبقى اي وان على دي وان ايكوال اي تو على ايه? على دي تو. ده الكنديشن علشان الشرط بتاعنا يتحقق. ايا مستر بس انت كده اي وان هتبقى عارفها. طب انت متعرفش فين دي وان وفي دي فين دي تو. ما هو انا عايزي حدد مكان النيوترل بوينت. فهمي ليه? فاكرة الحركة اللي كنا بنعملها في كيسي ال. فاكرة لما كنا في كيسي ال مثلا. بدلا ما كنت سمي اه اي وان. كان اكرا انت بيتقسم لا اي و ايه? لا اي تو واي سري. فاكرة الحركة اللي هي كنت بقولك لأ. بلاش تسمي ده اي سري? سمهولي اي ايوا ماينس اي تو. فاكرة لحركة دي? انك بتقلل عدد الانوننز كنت دائما بقولك كده. كنت دائما بقولك انك حاول تقلل عدد الانوننز بدلا ما تبقى اي وان وبقى واي تو واي سري واي foi واي مافي. لأ يبعين انا هشيل واحدة منهم. هو اللي اكل مسلا اللي هي كنت تكتبها بمدرسة دي. فانا هنا همنأس الحركة. انا هنا في حاجتين ما عرفهمش. اللي هو دي وان و دي تو. خلاص. انا هشيل واحدة منه. هو اللي يكن مسلا هنشيل دي تو. تعال نشيل دي تو. لو انا عايز اشيل دي تو. اكتب مكانها ايه? هيبع عندي هنا ايه? هيبع عندي هنا اي وان اوور دي وان انا دي وان مش هشيلها انا عايزها ايكوال اي اوور دي تو ركز كده معي. المسافة كلها. المسافة كلها. اسمها ايه? المسافة كلها اسمها اكس. لو عايز اعبر عن ستنى اش هتديم دقيقين الصراحة. او سيدي براب دمز بس. المسافة كلها اكس. اللي هامل واير وان واير تو. انا عايز اعبر عن المسافة دي بس. فهقول ايه? هقول انها كل المسافة دي متشال منها الحتة دي. اللي هي ايه بقى? اكس ماينس دي وان. فهيركع كده واكتب اكس ماينس دي وان. طب ما المسافة بين السلكين انا عارفها. الاولاني والكارنت التاني انا عارفه. ازا ان حارف هامل شيفت صدع الكالكليتر واحدد لنفسي مين هي دي وان. يبقى انا عارفت مكان النيوترل بوينت. انا رتحدد مكان النيوترل بوينت. نبقى هو ده القانون اللي هنشتغل به. ايه وان على دي وان ايكوال اي تو على اكس ماينس دي وان. عظيم. هرجع معك خطوة وورا كده في الجزئية بتاعت اي وان على دي وان ايكوال اي تو على دي تو. اللي هو القانون ده. القانون ده هيعلمني حاجة زريفة يا اولي. تعال نقول افرد ان اي وان اي تو. تعال نفترض يعني. شو وارد ان انا اعدي اعدي في كل سلك خمسة امبير وارد. طب ما هو لو اي وان اي تو. طب ما كده اي وان هيكانسل اي تو. مش هي اي وان على دي وان اي تو على دي تو. وانا بقولك ان اي وان هو اي اي تو. يعني حالة من الحلقة. فهتكانسل ده معده. يعني. وان على دي وان اي وان على دي تو. يعني دي وان ايكوال دي تو. ابس بتهلك هو واحد بعد اخض. يبقى ايذن ايواء يعني ايه برضو. ايه يعني دي وان ايقوال دي تو. انا استفدت انا ايه يعني? شو ايه? استفدت يا سيدي ان المسافتين قد بعض بالزبط ده معناه ان في النص بالزبط. دي بقى ايزا برضو استفدنا ايه? استفدنا 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 فين? في النص بالزبط. عشان كده في اول كلمة معك قلت لك ايه? قل لي انها ما بين السلكين. ما تقولش هي في النص. لأ في النص دي عايز شرط معين ايه هو? ان هما يكونوا او عايز ايزا في شرطين? ان هما يكونوا في عشان تبقى ما بينهم الاول. بقى كده فتبقى في النص بالزبط. خلاص? يبقى بشكل عام ما بين السلكين. امتى? لما يمشي خلاص? ما هو الكل بتاعنا فهي ما بينهم وخلاص? احدد ما كانت ازاي? على دي ون. ايكوال. على اكسا ماينس دي طب اه انا عايزها تبقى في النص بالزبط. يبقى اول حاجة انا عايزها ما بينهم يبقى اخمشي كاربة في السم دايركشن. عايزها في النص بالزبط. اخلي ايكوال في المجنيتود. يبقى ايكوال في مجنيتود وفي السم دايركشن. ومع التجربة كده والحل اكتشفنا ان دايما النيوترل بوينت موجودة جنب الكارنت الضعيف. اوكي? يبقى انا عندي برضو هين تكرة صغيرة قوي. نوت كرة صغيرة. بتقول لي افتكر. النيوترل بوينت. بشكل عام. نير. الويكر كارنت. جنب الكارنت الضعيف. تعال بقى نرجع. نشوفها من هنا. انا ده في الجزء اللي هو اه في الجزء بتاع بعدها لك تاني اهو. مفترض ان هي الاول في بقى. افترضت ان مسافة من السلك لازرع للنقطة السودة اللي هي دي. دي وان والنسك للورنج للنقطة السودة دي تو. واكولت القانون واثبت ايه? واثبت ايه العلاقة دي. وبقولك انها دايما جنب الويكر كارنت. وعندي حالة مهمة اوي. ان كان نظري او حتى في المسائل لازم تبقى انت شايف ده. والسنة اللي فاتت اه جات في الامتحان مسألة كانت لو انت لو انت مش مركز في دي. لو انت مش عارف المعلومة دي مع انها بدي هي جد. بس انت يعني او معلومة يعني معروفة مش حاجة يعني ترك يعني والحاجة جديدة. لأ معروفة جدا. اه المسألة من غير النقطة دي تاخد منك اه يعني بتاع عشر دقيق. عشر دقيق. تلتها تحل فيها ايه كده. انا لو انت عارف على طول الريول دي. لأ خلاص شكرا ان انا ما فيش ديئتين تكون خلاص طاق في الامتحان. ودي كان من ضمن الازراب ان الامتحان كان طويل. او دي من ضمن الازراب بتطول عليك مدة الامتحان. او بتطول ايه كان بتطول الامتحان سوري. مش بتطول مدة الامتحان. بتطول الامتحان. وتقص عليك الوقت. فانت لازم تكون اه من كل درس دايما انت شايف الزيتونة فين. شايف الخلاصة من الاخر. تفهم? اللي طبعا دايما بيقولها لك. اه ففي كونسبت لازم تبعرفها. كونسبت لازم تبعرفها. يبقى الكونسبت اللي عندي هنا انها دايما نيكلة. وعندي حالة مهمة قوي لو هم لبعض. لو هم لبعض. ساعتها المسافات لبعض. وساعتها في النصة بالضبط. يعني الاتنين ما جيين بيلغوا بعض. مش موجودين. ده كده الجزئية دي. تعالوا نتكلم على لو كانوا في يا الله بين. عندي سلكين اهو. سلك الاولاني. السلك التاني. عكس بعض. اه طبعا بتاعنا ناجاتف 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 فهي اكين موجودة اه برة. مش ما بينهم بقى. براهم. على الجناب بتاعتهم. طب فين براهم. جنب الضعيف. تعالوا نفترض مسلا ان هي يا سيدي اه اه هنا. ما افترض ايه مكان عادي. افترض ان هي هنا. واسمها بي. مسلا. طيب. المسافة من السلك التاني للنقطة بتاعتي اسمها دي تو. المسافة من السلك الاولاني. الاولاني لحد النقطة بتاعتي. كل ده. اسمها دي ون. وكده كده احنا عارفين المسافة بين السلكين اسمها اكس. فهتلاقي نفسك بتكتب ما هو البي دي انا مفترض انها وبالتالي الاتنين مجنين ديك في الابعة اوكي. يبقى نفس الكلام? يبقى هكتب بي وان اكول بي تو يبردو حوصل في الاخر ايه? ميو اي وان اوبر تو باي دي وان اوبر تو باي دي تو. هتكانسل ميو مع الميو والتو مع الとう. نفس الكلام بقى. حوصل في الاخر لي ايه بقى? اه حوصل الاخر الاخر من اي وان على دي وان. بعدو اي تو على دي تو. عظيم. طب مو هو انا اي برضو. عايزة اعمل نفس الحركة عايز اقل العدد فهعمل ايه بقى? هعمل ايه? هعمل احجاي كده? قيل انها اي ون على دي ون هشيل دي ون المرة دي. لو عايز اشيل كل المسافة دي. كل ده. اكتب مكانه ايه? هكتب مكانه ده. زي ايه ده? ما هو ده اسمه دي تو? الحتة دي كده. صح? فهول اكس بلاس دي تو. يبقى هرجع كده. هكتب اي ون على اكس بلاس دي تو ايكوال اي تو على دي تو. ده القدوم بتاعنا. طب نفس الكلام برضو. تعال انا افترض. تعال انا افترض من هنا كده. افترض ان الاتنين كانوا ايكوال بعض. لو اي ون ايكوال اي تو. وهي دي ون على دي تو. لو كان الاي هيتكنسل. يعني هم ايكوال بعض. خد بالك ان استحالة استحالة دي ون نافرز ايكوال سنتيمتر. ونفترض المسافة بين السلكين عشرة سنتيمتر. هو ينفع ان المسافة دي ون. اللي هي كل ده. تكون ايكوال. الحتة دي. هل ده منطقي? هل ينفع كل المسافة دي? اللي هي عبارة عن اصلا اكس بلاس دي تو. تكون ايكوال دي تو? استحالة طبعا. ينفع قولك ان ايكوال اكس بلاس دي تو? ده ده كلام ما ينفعش. فساعتها استفدنا ايه برضو? ايه يعني ان عارف ان لو هما تساوى. لو المسافة العبارة ما هتكون ايكوال. انما في اللي فاتت. اه لأ مسموح طبعا ان المسافة بقي ايكوال. ايه مشكلة? ان هم هي بقد بعض عادي لنهاية في النص اصلا او هي ما بينهم? سوري. ينفع المسافة بقد بقض بعضها. انما لهم هي برا. استحالة المسافة من السلك الاول للنقطة تكون نفس المسافة من السلك الثاني للنقطة. استحالة كل دي ده إيكوال ده استحالة. وبين ده حالة فاللي بيحصل كالتالي مفيش يبقى لما ارجع كده تاني المضخص بتاعنا ان لو ما فيش ليه اصل عمر المسافات ما هتتتساوي وانا اكتبها لك تحت هنا تاني ايه? ايه هي ان يبقى عندي في النص بالزبط ايه هي ان ما يبقاش عندي اصلا اي ان يبقى عندك في النص بالزبط ان تبقى وتكون شارطين طب وعشان ما يبقاش في عكس بعض ويكونوا ايكوال فبالتالي مبقاش فيه ده الليسون ده الدرس او ده آه الجزئية بتاعت ان ما بقى بعد كده هتنطلق في الحل هنشوف بعد كده الافكار انما القصة كلها هنا اني لازم 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 يبقى عندي ده كلام مفروغ منه. الجزئية بتاعت ركز في كلامي كده عشان احتاج الكلام ده احنا بالحل. الجزئية بتاعت انهما في المجنيتود هتحسب منه المجنيتود بتاع الحاجة اللي هو عايزها. يعني مثلا ممكن يقول لك مسألة ويطلب منك الكونت. هتجيبها من هنا. عايز هتجيبها من هنا. من هنا. اه ايا كان الفيزيك الكوانت اللي عايزك تحسبها هتحسبها من هنا. لان تبدأ تفك القوانين لشكلها على مسلا ولكن كوية هنشوف المسائل وهتفهم قصدي. طيب جزئية انه هما لازم بعكس بعض بيتجيب بيها الحاجة اللي هو عايزة. بتجيب بيها الحاجة اللي هو عايزة. نبدأ كده بقى اول حاجة. هنا بيقول لي اه طيب نقطة مهمة. كلمة اه ممكن نعبر عنها باكتر من طريقة. زي مسلا رقم واحد اقول لك ان المجنيد فيلد غانش. نمبر تو زيرو مجنيد فيلد. نمبر سري اقول لك ان نمبر فور ان اقول لك نو نيدل ديفليكشن. عندي كومبس بصلة. وقول لك ان الدبوس بتاعها دوت ولا الابرة بتاعتها دوز نوت ديفليكت. نو نيدل ديفليكشن. يعني اي كلمة انجلش او اي كلام معين يحدد لك او يعبر لك ان مفيش اصلا المجنيد فيلد. مفيش حاجة بتأثر في المنطقة دي. طيب فهو هنا بيقول لك عايز المجنيد فيلد عندي اكسي ماشي. تعال نشوف. هنطبق قانون اي وان على دي وان ايكوال اي تو على دي تو. اشيل بس باللوقتي عشان نعرف ان هي نكتب كده. يلا اي وان بي كان? اللي هو السلك ام اتنين اي. المسافة بتاعته انا ما عرفهاش. انا ما عرفهاش. اوكي? هسميها دي ام. ايكوال. الوارد تاني اي. على المسافة بتاعته اللي هي دي. اوكي? يبقى الاي على دي. ايكوال الاي. على الدي اللي احنا ما عرفهاش. المسترطة ما هي عندي هي? دي اهي. لأ امو حديده هبقولك 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 شود بي ضن. يعني اعمل اي في المسافة بتاعت السلك ده علشان تبقى دي هو اصلا? تعال اثبتلك هزيدي انا مش من الاول خالص تعال. مش هي عشان تبقى لازم لازم عل اي طوع دي طيبه؟ طب بزمتك هو اتنين اي على اي 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 قل الاي ع kalo دي بزمتك هل اتنين اي اقل اي اتنين اي اية اي اي قل اي 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 انت مش عارف تاييري مش حارفتها شيل الاي مع لقي كده? شيلت دي مع دي. فكانك بتقول لي ده ده سليم? ده كلام مش مظبوط? يبقى الرسمة وهي كده. الرسمة وهي كده. هل النقطة لأ. لأ ليه? لان رسم يكون فالراجل بيسألك يقول لك ايه? طب اعمل ايه بقى? يعني اعمل ايه? اعمل ايه علشان تبقى دي تبدأ اتطبق قانون بقى اي وان على دي وان ايكوال اي تو على دي تو. ونحسب دي ام المفروض تكون بكم? اطلع معي ان اتنين اي عالدي ام ايكوال اي عالدي. خلاص? هتشيل الاي مع الاي. هتلي الدي ام في ناحية لوحدها. هتليها بتساوي اتنين دي. ده هو يا مستر عامل دي واحدة بس. يبقى ابعده دي كمان. ما هو انت المسافة اللي في المسألة دي. والانصر بيقول لك انا عايز هتبقى اتنين دي. يبقى ابعده من ناحية الشمال. دي كمان. حسن مسافة تبقى كم? اتنين دي. اه السؤال اللي بعده. بيقول لي. انزا اوبوزت. اه فيجر او لنز. ده اللنز بالسلينويد. عظيم. ده الان. عظيم. عندي ماجنيتك في اللي خارجي. بقى المسألة فيها كام اتنين سلينويد واكسترنل. قيمته كام اتنين ميلي تسلا. مش. اتنين ميلي تسلا. زي ما هو في الرسم. يعني خطوط رايحة كده بتعدي بالاكسس بتاع السلينويد. عظيم. اه. طيب السؤال. يعني المسألة قدامك ايه? عندي كام مجنيد اللي رايح ناحية اليمين. اللي قيمته اتنين ميلي تسلا. وعايزين يمشي كهربا. في السلينويد. علشان يبقى في السنتر يعني في الحتة دي كده كلها بزيرو. نسترها وانت مش قلتلي انها اسمها يعني هي نقطة واحدة. ايه بقى الخط اللي انت عملهوه ده? ما انا قلتلك قبل كده واحنا نتكلم في السلينويد ان المنهج عندك بيتكلم على السلينويد بتاعه. يعني لما حسب هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا اوكي? عشان كده انا عملت ايه خطة من شجل. طيب. اه يلا بينا تعال نخلص من الاول. نخلص من انا مذاكر ايه? ان لازم البي الاولانية تكون البي التانية. ويهي كمان? وعكسها في الديريكشن. يعني لو واحدة اين? واحدة اوت. واحد يمين? وحد شمال. واحد فوق? واحد تحت. طيب ما يا مستر الامش يمين? يعني اللي سويد ده راح يمين? يبقى انا عايز السلينويد يبقى ماشي ايه? شمال? يبقى حضرتك عايز السلينويد يشاور كده. يشاور كده ده لو انت بقى يعني فاكر كان لازم ده يبقى النورس. وده الساوس. طب هو مش ده عشان يبقى النورس طبق امبير. الثمدة مع النورس. ده يشاور عالنورس اهو كده. هو افرد صابعك. يبقى الكهرباء الفوق. هاوريك ازاي? اهو. انا عايز ايه? اهو نلزون كده. هو ده الان. الثمب مع النورس اهو كده. هو افرد صابعي الفوق. يبقى الكهرباء طلع على الفوق. يبقى الكهرباء الفوق. كمل بقى كده من شابتر اهو الكهرباء عشان تمشي في الطريقة دي حط فين? اه حط هنا اكيد يعني. هوصله فين? عشان الكهرب تخرج من الفاكر. اهو بس كده. فتبقى طلعها. كده احنا جربنا. يبقى الاجابة. بي بوستف اي ناجتف بي بوستف اي ناجتف بي بوستف اي ناجتف. يبقى الاجابة يا اما دي اما بي. تعالى بقى نحسب. احنا كده خلصنا من حتة ان هما الاتنين لازم يكونوا في السم ديركشن. اه سوري نعرف بتاع الاي. بتاع الفيلد. طيب حتى تبقى ان هما ايكول في هتفدنا في ايه? هتخلينا بقى نحسب. قيمة الاي بكام بقى? تعالى نشوف. احنا عايزين السلينويد يبقى او بتاع الانتر بوينت. يبقى لازم. لازم. السلينويد يكون الاكسترنل. طب البي سلينويد بكام? ميو ان اي على قيل السلينويد. والاكسترنل بكام? اتنين ميلي. طب كمل. معك? معي? 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 معك? معك? نقص لك مين? نقص لك الاي? ايكول كام? ايكول الاكسترنل. ما هو لازم السلينويد يكون ايكول? الاكسترنل. هيكول بعض. وبالتالي تعرف تحسب الاي? هيطلع خمسة وشوية. حالا نشوف السؤال اللي بعده. يعني ده بيت ديني بي. وده بيت ديني بي. تمام? يبقى الريزالتنت او بيقول لي ان الريزالتنت عند السنتر ايكول زيرو. يبقى الريزالتنت في الكويل. بكام? اه ازاي? وقيمته كام? البيتاته كام? يعني عندي كام اه في المسألة دي? تلاتة. السلكين والكويل. بيقول لي ان كل سلك منهم بيعمل بي. الكهربة تمشي ازاي? وقيمة بتاع الكويل. طيب بص. انا قلت لك من شوية اني لازم يبقى عندك في المسألة كم مجنيدك فيلد? اتنين. علاقتهم ببعض. ايكول وابسط. ده كلامي. امجت لنا المسألة فيها تلاتة مجنيدك فيلد. اعمل ايه? اخليهم اتنين. ازاي? الحاجات اللي اشروح بعض خدها في ناحية. ايكول الحاجة اللي مختلفة عنهم. يعني انا هانا عندي سلكين وكويل. خد السلكين ايكول الكويل. يبقى هكتب كده. البي. وايرز ايكول البي كويل. الوايرز ايكول الكويل. طب بتاعنا نشوف الوايرز دول بلاس ولا ماينس ولا قصتهم ايه? بتاعنا نطلع. والله انا عايزك عينك عالسلكين بس. عينك عالسلكين بس. ده طالع. وده نازل. الكود كان نيجاتيف. نيجاتيف. النقطة ام اللي هو بيكلمني عليها في منطقة الايه? في منطقة البوستف. يبقى انا هعمل ايه? هاجمعهم. هاجمع عرفها بقى? هكيد كم? بي وبي? اتنين بي. يبقى القيمته اتنين بي. اش ما يعني انا مستر? ما هو? كل وايرز كل واير منهم بيعمل بي. كل واير منهم بيعمل بي وفي السم يعني ايه? اولو طب انا كده هتلاقي ان هو اين. مهم يعني. احنا احطنا كده عشان كده بقى? عشان نهرب من امبير. اللي هو نيجاتيف. بدلا ما كل ما هتقلنا انا نطبق بقى امبير وكده. المهم. يبقى السلك العليمين بيعمل بي. والسلك العشنوال بيعمل بي. واللي اتنين هعمل لهم بلس. يبقى اتنين بي. طب من راجل بيقولك ان بزيرو. يبقى انا لازم انا كمان اعمل اتنين بي. وتكون ايه? عكسهم هلأ? لام احكسها. يبقى انا لازم يعمل اتنين بي. طب اين ولا هنا بقى مش نهرب من امبير. هتيجي عند السلك اللي عليمين. الكهربا نزلة يبقى بيعمل اين? الكهربا طلعة يبقى ده كمان بيعمل اين? يعني الاتنين بيعملو ين. يبقى لازم يعمل اوت. يبقى الدلة الدوت له يعمل اين? يبقى لازم الكويل يعمل ايه? اوت. طب ارجع معاك كده تاني. عشان الكهرباء تعمل في الكويل اوت تلف ازاي? اه يبقى فكرة المسألة تلاتة كويل تلاتة تلاتة صورة ماجنيديك فيل دي يعني سلكين وكويل اخد الوايرز في ناحية ايكويل الكويل. اشوف بقى الوايرز دول. اه بلس ولا ماينس? طلعت بلس. هتقبل لك مسألة كمان شوية انهما ماينس عادي. هعمل بي ون ماينس بي تو ايكويل البي كويل. هنا كانت بلس. اعملت بي ون بي تو ايكويل البي كويل. هم يدوم لك بقى بي وبي يبقى اتنين بي. يبقى لازم هو كمان يقبقى اتنين بي. طيب. ايه كمان? لازم بتاع الكويل يكون عكس بتاع الاتنين مع بعض. طب هم الاتنين كانوا في بيعملوا يبقى وعشان يبقى يعمل انت كلوك. نجي لليه بعده? ستريت واير. بربينديكلر تو زابلين اف بيج. اني هو جوة الورقة بس يداخل اللي خارج الله اعلم. على مسافة اتنين سنتي. من الاكسز بتاع السلينويد اللي عنده خمسين ترن برميتر. وبي كاري كارينت وان بوينت فور. بيقولي الريزالتة مجنديك عند السنتر ايكوال في زيرو او فانش. خلاص انا من غير ما اكمل بقى اريه اصلا. اول اللي عطولها اكتب ايه? عطولها اقوله ده لازم البي واير. تكون ايكوال البي سلينويد. وعكسه في الديركشن. يعني لو واحد اين التاني ايه? التاني اوت لها واحد اين التاني شمال. تعال نشوف نكمل. يلا الواير ميو اي. واير على تو باي دي ايكوال ميو ان اي. انا بس اشتغلت بالميو ان اي عشان هو هنا في السؤال مديني الان سمول. انا عرفت انين لان هو بيقولي بير ميتر. اوكي? انت عايز تشتغل بها اوكي? عايز تكتبها ميو ان اي على ال برضو صحة ما فيش مشكلة. طب هعوض ازاي مستر لو كتبت الكون ده? هتعوض عن الان بخمسين وعن لان هو ايلك بير ميتر. ده لو انت عايز تشتغل ايه? بده. فالتنين صح يعني مش مشكلة. طيب. اااااا نرجع بقى انا عوض يلا. قبل ما تعوض كده انا عايزك تشغل دماغة في حاجة. ان انت في حاجات ممكن تكنسلها يعني انا ممكن اكنسل الميو مع الميو اصلا من الاول. فهم? مش لازم بقى لعوض. اكنسل الميو مع الميو خلاص. يعني سهل على نفسك بانت اول حاجة بتعملها. بتكتب كزه. تفك القنون ده وتفك القنون تبا تقنص بقى كده عوض بقى اي وير انا عايز اعرفه المسافة قال لي ان هو بيبعد على مسافة اتنين سنتيمتر الفهم رحكاتب اتنين سنتيمتر الان بخمسين لان يعني بخمسين. والاي بتاع السلينويد بكام بس شايفت صوب عكت الكريتر رحيطلع معك ماشيها عشان ايه? اشيك يعني. خلاص? عرفتنا ان الاجابة هتكون المفروض. يا دي? يا دي. كده انت من حتة ان هما في المجنيتود جبنا المجنيتود بتاع الحاجة اللي هو عايزها اللي هي الاي. طب انا عايز بتاعها. لما افر من امبير. لما افر. تعال نشوف. الكريتر طالع. بتاع السلينويد هو ده رسمه. فلو الكريتر طالع يبقى رايح كده. اهو. رايح شمال. انا عايز بتاع الواير يبقى رايح يمين. منطقي. ما هو لازم اللي اتنين يبقوا ايه? عكس بعض. لو واحد يمين يبقى التاني شمال ما افهاش فاسلكة. فالسلينويد ماشي شمال. يبقى لازم الواير يبقى ماشي يمين. يعني لازم المجنيدي كفيلد بتاعه يبقى ماشي يمين. يعني هنرجع للحتة الرخمة اللي كل مرة بقى افكرك بيها. سبحان الله فيش حسة اللي قلتها لك تقريبا. وجات السنة اللي فاتت برضو. لما الواير يكون جوه الورقة. ولما الواير يبقى خرج من الورقة. احفظها. لو انت مش باهم احفظها. مش عارف تتخيلها احفظها. ده مفرد. لو داخل جوه الورقة بيلف المجنيدي كفيلد بيلف كلوك. فبيعمل ده وير كده. بتلف كلوك. خلاص? ولو اوت توف بيج. اوت توف بيج ده وير بتلف انتي كلوك. انا شرحتها كتير قوي. يعني انت عندك مشكلة فيها ارجع تاني في حتة اه ارجع للمحاضرة الاولى لان انا شرحتها التفاصيل قوي في المحاضرة الاولى. في شرطة لكتشر وان. بارت وان. آآ خلاص يبقى ايه? لما الواير يكون داخل فوقي بيجنيدي بيبص يمين. ويمينه بيبص لتحت. على شماله بيبص شمال. آآ سوريا تحته بيبص شمال. جنبيه على شماله بيبص لفوق. اوكي? وانها كتير. طيب ولو الكهربا خارجيا من الورقة. ها? المجنود فوقيه يبص شمال. تحته يبص يمين. آآ ان ما اللي بقى كده يمينه يبقى شماله لتحت ويمينه لفوق. يعني عكس التانية لان في النهاية في واحد بيلف كلوك والتاني بيلف انتي كلوك. فدلوقتي ارجع معاني المسألة انا كنت عايزي الفيلد. تحت الواير يبقى باص السيمين. آآ دي فين دي بقى? تحت الواير باص السيمين. يبقى هو ده. صح ولا? يبقى لازم الواير يكون. عشان لما هيكون هايجي عند النقطة زد او النوترول النوترول اللي اللي مشارع لها دي. هايكون فعلا بيشاور يمين. طب اشمعنا يمين. ما انا عشان السليلينوليد بيشاور الشمال. فانا عايز الواير يشاور يمين. عشان يبقى عكس بعض ويلغوا بعض. بالإجابة. سؤال الفين وخمستاشر. سؤال جميل جدا. آآ بيقول لي هنا. آآ. الواير الاولاني شايل اربعة ونص. الواير التاني شايل واحد ونص. امبير. في السم دايريكشن زي ما احنا شايفين. كنهم في السم دايريكشن. هحط الكود لنفسي. باستف نيجاتف باستف. اللي هو السلكين. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. آآ. في اول حصة يعني. طيب. وعندنا سيركدر كويل. عندي محطوط ما بينهم. السنتر بتاعه على مسافة من السلك الاولاني. يبقى على مسافة برضو من السلك التاني. ما طبيعي ما هو المسافة كلها واحد متر. مسافة بين السلكين واحد متر. من السنتر بتاع الكويل للواير نص متر. يبقى من السنتر بتاع الكويل للسلك التاني. نص متر برضو. خلاص. السؤال. ايه هي والدياريكشن. بتاعة الكارنت اللي يمشي جوه الكويل علشان يبقى الفلاكس عند السنتر بتاعه بزيرو. هنا في نقطة. هو انت عندك كم مجنيتك فيلد? عندي تلاتة. السلكين والكويل. لازم يكون الرزلطانت بتاعهم في النهاب صفر. طيب اعملها ازاي دي? قلنا هناخد اللي شبه بعض مع بعض اف ناحية. فان هكتب طب يا ترى مع بعض وعلى عكس بعض هم كمان? لأ هم كمان عكس بعض. ليه? ما هم الاتنين في السن. ايه يا حبيب بس احنا قلنا الكويل بتاعنا positive negative positive. والسنتر بتاع اللي انا شغال عنده. يبقى حعمل لهم minus. الكبير minus صغير. بي اي مينس بي بي. ايكويل البي كويل. مستر لو انت عرفت من ايه? ان البي ايه اقوى. قال عشان عنده كرنت اقوى والمسافات واحدة. يعني لو انت واخد بالك المسافة من ايه? للنقطة نص متر. من لنص متر. فانا مش هاعتمد البي. مش هاعتمد الدي. مش عايزة. مش تفر معي في حاجة. لان هما في الاتنين. فهم? فاللي عنده كرنت اقوى يكون عنده كرنت اقوى. يعني عايزة اقول لك ايه? عايزة اقول لك انك لازم في اي مسألة عشان تعرف مين الاقوى. تبص على الريشيو اي على دي والريشيو اي على دي. اللي عنده اي على دي اكبر يبقى ده كبير. خلاص? مش فاهم بقول ايه? خلاص مش مشكلة. احسب احسب البي. لو انت ما فهمتش اللي بتكلم في ايه? احسب البي بتاعت كل واحد وشوف من الكبير. خلاص? انت مش عارف من الكبير. فانت هتحسب البي الواحده. هتحسب البي الواحده. وهتشوف من الكبير. هبقى دوما بقى ارقام فهتعرف تقارن يعني. انا خلاص عرفتي من لقتي ان الاتنين نفس المسافة فاللي عنده اقوى هو الاقوى. فبي ايه ماينس بي بي ايكوال بي كوين. يا مستر تاني ليه عملت لهم مينس? علشان هما الاتنين في وحن واخدين تعول حصة لما يكون التو في بتاعنا بوسطف نيجتف بوسطف. علش طاولت في الحلقة دي? بس عشان انت فاهم لان الفيزياء هتخلص في الخطوة دي. بس الباقي كله ماس يعني. يلا بينا. كده احنا خلصنا الفيزيكس بلقى اتعوض خلص يلا. حكت فينا ايه? ميو. اللي هي باربعة ونص. على اه تو باي دي. النص متر. مينس ميو. اي تول اللي هي كام? واحد ونص. على تو باي دي اللي هي كام? نص متر برضو. ايكوال ميو. الان بوان. اي كويل. عايزة اعرفه. على اتنين ار. والار ما يدهو لك. بتين باي. اه سنتيمتر بتاعلي. اه تين باي سنتيمتر يبقى تايم تين انا دلتي كتبت. عشان اسهل على نفسي. هكانسل مع بعضه. هكانسل الميو مع الميو. يعني معلش? معلش? انت ممكن لحد هنا شفت صدفة وخلصنا. شكرا خلاص. انت جبت بكزا. وضع انتهى. بس انا عايز اسهل شوية اللي هكتبعك. فهشيل الميو مع الميو مع الميو. هشيل التو مع التو مع التو. هشيل الباي مع الباي مع الباي. لازم لازم تلاقي كوشن كلها. خلاص? فبس كده هم عندك اربعة ونص على نص يعني تسعة. وواحد ونص على الاتنين يعني تلاتة. ايكوال اي كويل على تين. على خلاص طبعا في يبقى جيبنا الفيزية الفيزية خلصت لحد هنا والله. والله خلصت لحد هنا. كتبت اللي انا كتبته شفت صندفة شكرا خلصنا. عايز تعمل زي انا قد كده اعمل برضو. بس انا دايما بنصحك بجده يعني. بنصحك دايما انك ايه سهل الخطوات على قد ما كده احنا خلصنا نص السؤال. الجزء اللي هي مني الصراحة من السؤال ده مش اللي انا حسدته ده. ده كلم فاضي. الدياريكشن بقى. ركز معي في الدياريكشن اي بص ايدك. ركز معي بص بقى. انا كتبت من شوية ان البي ويرز. ايكوال البي كويل. والقاعدة بتقول لنا ان لازم اللي اتنين يبقوا عكسة بعض. لو واحد اين التاني اوت. لو واحد اين اللي لازم التاني يبقى ايه? اوت. نستر بس انا هنا عندي تلاتة اه فيلد. هيخد اتنين في ناحية ايكوال التالت. الواير ايكوال الكويل. تعال نشوف. الواير اي. الواير اي. بيعمل عند النقطة دي اوت. بيعمل عند النقطة دي اوت. الواير بي. بيعمل عند النقطة دي ان. هو طالع يمينه اين? وشمله اوت. التوتل بتاعهم اين ولا اوت? كنت دايما بقولك على حسبك كبير. من الكبير ايه? يبقى بتاعهم اوت خلاص يبقى هكتبه ايه كده? اوت. زي ما انا كتب كده ايه. يبقى بتاعهم اوت. حب اين? حب اوت. طيب في النهائي يعني اين ولا اوت? على حسبك كبير. فكرة الموضوع رست. لو انه انت بنلعب رست. ايد انا وانت بتتحرك في التجاه الاقوى. لو انا اقوى حمسك ايه دك ونتحرك كده. لو انت قمينه هتمسك ايه وهنتحرك كده. فالتوتل على حسب الاقوى. فالتوتل بتاع اوتو فيج. يبقى لازم الكويل يبقى عشان يلغي بعض يلغي تأثيره. طب وعشان الكويل يعمل وعشان الكويل يعمل اكس. يلف ازاي? يلف كلوك. يبقى لازم يمشي كلوك ويز. السؤال الاخير. بيقول لي ما عرفهاش. النقطة اللي هناك دي. نوترلل بوينت. بص في الكلمة دي كده. وانزا كرنت اكس. عايزين نركز في كلمة وكلمة يعني اصبح واحد امبير كان بتلاتة امبير قدامك وبقى بواحد امبير. كلمة يعني بينقص واحد امبير. يعني هو كان تلات امبير وهيبقى اتنين امبير. فتركز اوي في الكلمة دي وبرضو والله جيت السنة اللي فاتت. ونكملها معنا لحد شابتر سكس. ولا فايف فايف لحد سوبر فايف. لانه حسب المسألة يعني انت بتركز في الكلام. هو اللي بقى يعني هو بقى واحد امبير. خلاص. كانت النقطة اللي هو من دهالك. قال لك بقى لا انها تحركت خمسة سنتي. قال لك انها تحركت خمسة سنتي. عايز المسافة بين السلكين. تعال نشوف هنحل ازاي. طبعا يعني اول حاجة خالص. هطبق قانون قبل اه مزود اقربت. فعندي اي وان على دي وان. ايكوال اي تو على دي تو. يعني تلاتة. هم. اما السلمش معي. خلاص. تعال نسمي دي مع بعض. نسميها ايه? يبقى دي كلها اسمها ايه? دي ماينس اي. عشانا نتفنى نقلل العدد للانونز. يبقى تلاتة على دي ماينس اي. اتنين على ايه. كل اسمها يبقى تنين دي ماينس اتنين ايه اكوال تلاتة ايه. لم الايهات مع بعضها ولم الديهات مع بعضها هيبقى عندك الدي اتنين دي اكوال خمسة ايه. يعني الدي باتنين ونص ايه. خليك فاكر. انت كده جبت الدي باتنين ونص ايه. خلاص? هلكنه على جنب. ما تيجي بقى نعمل اللي هو قاله. اخلي بواحد امبير. واحرك النقطة بتاعتي خمسة سنتي. مستر طب انا عرفت من ايه انها تحرك ناحية الشمال. يا سيدي احنا رسمناها كده. يعني مش مشكلة. هي اكيد ما بين السلكين لان هما في السم دي. بص مش تفرق مش تفرق مكانها بين فكرة لا اسمع يعني. وغير كده لو انت لماح برضو. ما هي لازم حتحرك ناحية الالعف. مش هو بقى بيمين? الضعيف. اللي هو دلوقتي بقت دلوقتي بقت دلوقتي زحزح لي مين? الضعيف اللي هو الون. يلا امطبق نفس الكلام. هارجع قول تاني. اه اللي هو واحد امبير. على دي. المسافة دي بقت كان بقى. مسافة دي بقت كان. اللي انا عارفه ان دي كان اسمها ايه? وزودت عليها خمسة سنتي فبقيت ايه بلس خمسة? طب ما دي كانت دي مينس ايه? ونقصت منها خمسة. يبقى دي مينس ايه مينس خمسة? صح. يبقى واحد على دي. دي اصحب حتة الحتة بتاعت الدستس دي. دي مينس ايه مينس خمسة ايكول اتنين على اي بلس خمسة. كوراس مونت ابليكيشن يبقى اتنين. دي مينس اتنين ايه مينس عشرة ايكول اي بلس خمسة. طب ما احنا عارفين ان دي باتنين ونص اي. هتعود هنا يبقى اتنين في اتنين ونص اي. مينس اتنين اي. مينس عشرة ايكوال اي بلس خمس. زي ما هناك كده ممكن تعمل او تلاقي من بقى اللي اتنع بعضها. هتلاقي في الاخر ان هنا في اه خمسة اي. مينس اتنين اي. اه نودي بقى دي جوة. مينس اي. نودي العشرة نحية التانية ايكوال خمست واشر. طيب خمسة اي مينس اي مينس اي يعني اتنين اي. ايكوال خمست واشر. يعني ايه. جبت انت المسافة ايه? طيب ما انا مذاكر ان دي كانت باتنين ونص ايه? يبقى اتنين ونص يطلع معك اتنين بوينت سمينتي اصعب حتة في المسألة هي انك تترجم معضوع المسافات. المسافة الاول كانت انا افترضتها ايه من السلك الواي للنقطة بتاعتي بي المسافة اسمها ايه? يبقى من الواير اكس للنقطة بي المسافة كلها ماينس الايه? يبقى دي ماينس ايه. دي ماينس ايه. قال لك انا حزحزح النقطة بتاعتي خمس سنتيه. يبقى زود على الايه خمسة سنتيه. فبقيت ايه بلس خمسة? طيب انت كده قربت اكتر من الواير ده. شوال كده كده المسافة بتاعت اللي هي دي ماينس ايه قلت خمسة. هتبقى دي ماينس ايه ماينس خمسة. دي اهم حتة فيها. ده كده الجزء بتاع البورت الجاي هيكون المagnetic force on a street wire.